موسيقى احنا بنتصدى لكل شيء ده امر يحتاج الناس يوصل لها كل الناس الناس البساطة جدا والناس اللي هي يعني قطاعات الشعب المختلفة بفقاته المختلفة يعرفوا ان احنا مستعبين موضوع بنركز في حتة وستعبين لا لا احنا شغالين في كل قطاع بأعلى معدلات ممكن نعملها يعني ده اقصى طاقة ممكن الدولة المصرية تنفذها بيها في كل شيء انا المهم اللي انا عايز اقوله في المشروع بتاع القرى المصرية وانا يعني من خلالكم قدمنا للناس ببساطة اللي هيتعمل لكن اللي احنا بننشده ان احنا نغير وجه الريف المصري بشكل متكامل يعني ما نقولش هيه طب هنشوف القرى الاكثر احتياجا ونشتغل فيها او نشوف القرى الصرف الصحي بتاعها هتبقى للخطة لا 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 احنا داخلين نقول الخمسين مركز دول الاثنين وعشرين محافظة دول بالالف وربعونة قرية تقريبا لا احنا هنخش فيه ونخرج هم مش محتاجين حاجة تانى هم وايه والتوابع بتاعتهم انما القضية المهمة هيه يمكن كتير منا يقولني طب يعني ازاي التكلفة المالية بتاعت الكلام ده انتو هترتبوها ازاي التكلفة المالية مخططة ومدبرة كالآتي بمنتهى البساطة يعني احنا بنقول ايه انت قطاع القهرابة كان حاطة ارقام لصالح القهرابة الريف وزيه زي الري زي الصرف الصحي وزارة الاسكان يعني اوهاية المجتمعات كل واحد حاطت مخطط والصحة والتعليم كده حاطين ارقام في الموازنة خلال التلات سنين هنصيغ نفسنا ومواردنا وصرفينا بحيث ان هو نحشده ونخلص به من حاجة واحدة مرة واحدة احنا بنكلم في تلات سنيني بنتكلم في تلات سنيني على الايه على مش الالف وخمسمائة قريب لا على الاربع تلات وخمسمائة قريب ده امر انا بس حبيت ان انا اقولكم عليه في فرصة للمصانعنا والقطاع الصناعي في مصر طبعا كل الكلام اللي احنا بنتكلم عليه ده بنتمنى ان مستلزماتهم نجيبها منين؟ من مصر من مصر مواسير صرف كابلات كهرباء محطات معالجة بترمباطها اي حاجة ممكن تستخدم في صالح هذه الاشغال تبقى في مصر هنا بقاش في ضغط على الدولار وفرصة للصناعة ديت ان هي تاخد قوة دفع ضخمة وخد واشتغل وهات ونبتدي نعمل ونحرك الاتصال اي حاجة داخل الالف وخمسمائة قريب دول مخططين ان احنا ندخل ونخرج منها بابتوب تاني خالص طب اهلنا في ريف يساعدونا في ايه حيتعمل اعمال حافرة عشان تمد موسير للصرف الصحي استحملوا بقى الليه يعني استحملوا شوية اللي احنا حنعملوا عشان نخلص في اسرع وقت ممكن عشان ندخل على المرحلة التانية انا متفائل جدا بالله سبحانه وتعالى لكن عايز اقولكم ان احنا هنبدأ من بكرا ان شاء الله برضو حملة التطعيم على باللقاحات بكرا هنبدأ بالقطوم الطبية ان شاء الله ثم يعني الناس اللي هي عندها امراض مزمنة ثم كبار السن وها لهم مجاركات كل سنواتي طيبين احناسكم جميعا تحياتي لكم جميعا من خلالكم لمصر اللهم امين شكري شكرا 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 شكرا